موسيقى موسيقى أعزائي أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفلسفة توقفنا في حصة سابقة عند محورين أساسيين من درس الشخص محور الشخص والهوية والذي توصلنا فيه إلى أن هوية الشخص لا تتحدد في ارتباطها بالشخص نفسه وإنما تستدعي الانفتاح على مكونات خارجية موضوعية تساهم في بناء شخصية الفرد ومنها على الخصوص العوامل الاجتماعية والتقافية والسياسية والاقتصادية وكذا مختلف الانتماءات الشخص توقفنا في المحور الثاني أو انتهينا إلى نتائج مهمة تؤكد أن قيمة الشخص ليست داخلية مرتبطة بالدات الإنسانية وحدها وإنما قيمة الشخص تتحدد بالضرورة ارتباطا بالعوامل الموضوعية التي يشغل منها الشخص مركز الارتباط وأكدنا أيضا أن قيمة الشخص هي قيمة مدنية سياسية بالدرجة الأولى في هذه الحصة سنواصل حديثنا عن فهم الشخص انطلاقا من تناول إشكال فلسفي جديد يتعلق هذه المرة بما إذا كان الإنسان حرا وقادرا على أن يستقل عن شروط وجوده فتعلمون جيدا أن الإنسان يخضع لمجموعة من الإكرهات والإنزامات التي تحد من فاعليته وتؤثر عليه بقوة لدرجة يبدو معها الإنسان في كثير من الأحيان عاجزا أمام مواجهة الإكرهات والإشراطات التي تتجاوزه لكن بالنسبة لنا سنتسأل في هذه الحصة حول مشكلة أساسية يطرحها مفهوم الشخص وهذه المشكلة تتمثل على الخصوص فيما إذا كان الوجود الإنساني عموما يخضع لشروط موضوعية تضفي عليه طابعة ضرورة الضرورة هنا بمعنى الإكره والإلزام والاستلاب الإشكالات التي سنجيب عنها في هذه المحور ترتبط أساسا أو يمكن اختزال هذه الإشكالات في سؤالين رئيسيين السؤال الأول هو هل الإنسان يخضع لإكرهات تقيد فاعليته وحريته؟ وبالتالي يمكن أن نترح سؤالا آخر يرتبط به عضويا وهو هل يقوى الشخص على التحرر من شروط وجوده؟ أم أنه يجد نفسه دوما عجزا أمام مواجهة مختلف الإكرهات التي تشريطه وتلزم فاعليته؟ تعلمون جيدا أعزائي عزيزات التلميذات بأن علوم الإنسانية ظهرت ابتداء أو من نهاية القرن التاسع عشر بعض العلوم التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر كالتحليل نفسي مثلا ولكن هناك علوم إنسانية أخرى ظهرت في بداية القرن العشرين وكان يعول كثيرا على هذه العلوم في أن تكشف عن القوانين والآليات الداخلة التي تحكم مختلف ضواهر الإنسانية لكن إذا حاولنا أن نقف عند مختلف هذه العلوم سأنتعلق الأمر بعلم النفس أو بعلم الجتماع أو بعلم التاريخ ومختلف العلوم التي تتناول فاعلية أو بعدا من أبعاد الفاعلية الإنسانية سنجد أنها على مستوى الفاعلية تؤكد كلها أن الإنسان يظل تابعا للبنيات لمختلف البنيات السياسية الإيديولوجية الاقتصادية التقافية الجتماعية واللا شعورية أيضا التي تحكم السلوك الإنساني من ضمن هذه العلوم سنتوقف عند تصور تحليل نفسي للحرية الإنسانية كيف ينظر سيغموند فرود إلى الحرية الإنسانية يقول فرود إن الأنا مضطر أن يخدم ثلاثة من السادة الأشداء وهو يبذل قصار جهده للتوفيق بين مطالبهم وهؤلاء المستبدون الثلاثة هم العالم الخارجي والأنا الأعلى والهو أعزائي عزيزات التلاميذ عزيزات التلميذات توقفتم في السنة الماضية في مفهوم الإنسان عند مفهوم لاوعي وقلتم بأن فرود ينظر إلى اللاوعي باعتباره أساس الشخصية الإنسانية فاللاوعي هو المتحكم في نهاية المطاف في السلوك الإنساني وانتهيتم أيضا إلى أن الجهاز النفسي في نظر فرود في تصور فرود يتكون من ثلاثة أنظمة الهو باعتباره يشكل المنطقة الخفية المقنعة والتي تتكون من الرغبات والدوافع والغرائز التي توجه وتمارس سلطتها على السلوك الإنساني والآن باعتباره ذلك الجهاز الواعي المقرر في نهاية المطاف في إمكانية إشباع أو عدم إشباع رغبات ودوافع الهو ثم الآن الأعلى الذي يمثل السلطة والرقابة على الأنا باعتباره يوجه عمل الأنا ويمارس عليه سلطة رمزية بطبيعة الحال لكونه يتشكل من مجموع القواعد والضوابط الأخلاقية والإنسانية والدينية والجتماعية التي تشكل الأنا الجماعية إذن حسب فرود يقول بأن الأنا لا يمكن أن يكون حرا في القرارات التي يتخذها فهو محاصر من قبل ثلاثة أهداء كما يسمهم هنا أشداء يعني كل واحد منهم يطالب هذا الأنا بأن يشبع رغباته وأن يمتتل وبالتالي أيضا هناك العمل الخارجي الذي يمارس قوته وتأثيره على الأنا فصعوبة التوفيق بين مطالب هذه الجهات الثلاثة يمكن أن نقول أنها تجعل الأنا في حيرة من نفسه وتجعله يشعر بثقل الحياة ويشعر بكونه مستلب من قبل هذه الأنظمة التي توجه وتحكمه إذن يمكن أن نستنتج في النهاية مع سيغموند فرود أن الإنسان في منظور رائد التحليل النفسي محكوم بمجموعة من الحتميات والبيولوجيا والنفسية التي تؤثر على سلوكه بقوة حيث قال فرود قول شهير جدا إن الأنا ليس سيدا في بيته وهذا يعني أن الأنا تحكمه قوى خفية قوى غفل توجه مصاره وواضح جدا أن تحليل نفسي يعتبر أن الإنسان لا يمكن أن يكون حرا لكن إذا كانت العلم الإنسانية عمما تسير في اتجاه التأكيد على أن الإنسان تابع لشروط وجوده وكائن مستلب لا يقوى على مواجهة الإكرهات والإشراطات التي تمارس عليه ألا يمكن مع ذلك أن يواجه الضرورات التي تحكمه في هذا الإطار سنحاول أن نقف عند تصور فيلسوف شهير جدا وسمى تاريخ الفلسفة بسمات خاصة وقال عنه الفلسوف هيجل من لم يقرأ هذا الفلسوف فلا يمكن أن يصبح فيلسوفا ويتعلق الأمر بفلسوف الأولندي باروخ سبينوزا الذي لم يعمر طويلا عاش 45 سنة ولكنها حافلة بالإنتاج الفلسفي سبينوزا عاش في مرحلة متميزة جدا مرحلة عصر النهضة مرحلة إعادة بناء الإنسان مرحلة تأسيس فكر جديد يتجاوز القدر السائدة والاتكال والاستسلام الذي حكم مرحلة القرون الوسطى حيث سادت سلطة الكنيسة وسادت المسيحية ويبدو من خلال فلسفته أنه يستحضر دائما الرأي العام وبالتالي الجمهور الذي كان يستهلك أفكار جاهزة عشعشت في ذهو في أذهان عقول الناس فحاول تحرير هذه العقول إنها مهمة صعبة جدا أن تحرر العقول من الأفكار الجاهزة والصور النمطية التي تحكم الواقع وتحكم اللغة وتحكم الفكر وتشده إليه يقول هذا الفلسف الكبير إن الناس يظنون الناس ولاحظوا أن الفلسفة دائما تتخذ من الفكر العامية والتفكير العامي والتفكير السائد والتفكير الجاهز خصما له من أجل ضحضه وتجاوزه لأنه يقدم أفكار أقل ما يمكن أن نقول عنها هو أنها عائق أمام بنا معرفة دقيقة وصارمة وعقلانية كالمعرفة التي كان يطمح إلى تأسيسها هذا الفلسف باروخ سبينوزا إن الناس يظنون أنفسهم أحرارا يظنون أنفسهم أحرارا لمجرد كونهم يعون أفعالهم ويجهلون الأسباب المتحكمة فيه حسب هذا الفلسف الكبير يقول بأن من يعتقد بأن الإنسان حر فهو واهم لأنه دائما هناك ضرورات وإكرهات تمارس على الإنسان فالإنسان مثلا تحكمه جملة من الرغبات والشهوات والميولات التي تنتمي إلى الطبيعة الإنسانية نفسها بمعنى أن الرغبة مثلا ليست إضافة خارجية إلى المهي الإنسانية وإنما هي جزء من الطبيعة الإنسانية ومن تم فالإنسان يتأثر في سلوكه بالعوامل الفطرية والطبيعية المكونة بماهيته يقول سبينوزا الإنسان لا يكون حرا إطلاقا إزاء الأشياء التي يرغب فيها بشوق شديد بمعنى أن الموضوعات التي تشكل محطة رغبة لدى الإنسان لا يمكن أن يتحكم فيها الإنسان والدليل على ذلك يقول سبينوزا الندم الاعتقاد الكذب الانتقام الحقد الانتحار كلها مظاهر تؤكد بأن الإنسان ليس حرا ويقوم بممارسات قد لا يقتنع بها بعدما تتلاشى الرغبة وبعدما يزول الميل وتزول العوامل التي كانت سببا في قيام الإنسان بذلك السلوك إنها مظاهر تدل على أن الإنسان يأجز أمام الإكرهات التي تحكم سلوكه وبالتالي فإن هذه الإكرهات ترتبط بالطبيعة الإنسانية نفسها فما هو إذن مفوم الحرية عند سبينوزا إذا كان الإنسان مجبرا بالاستجابة لإكرهات الباطنية والطبيعية التي تحكمه يقول إن الحرية لا تعني في الحقيقة إلا الوعي بالضرورات التي تحكم الإنسان وبالأسباب الحقيقية الكامنة وراء مختلف السلوكات الإنسانية ولا بد أن نشير هنا عزيزاتي أعزائي التلاميذ إلا أن سبينوزا هنا يواجه أيضا فكرا سادة مرحلة بكاملها حيث كان الإنسان القرون الوسطى يعتقد بأن السلوكات التي يقوم بها ليست من عنده إنها مقدرة وبالتالي لا يقوى على مواجهة القدر وأن مصير الإنسان محدد سلفا كذلك هذه النزعة الاتكالية التي تنزع عن الإنسان إرادته وفاعليته شكلت موضوعا للتفكير الفلسفي في فلسفة سبينوزا وخصوصا في مؤلفه الشهير الأخلاق ولذلك سنؤكد أيضا كتب مؤلفات مهمة جدا تعتبر بأن الإنسان حر خصوصا إذا ما تعلق العمر بالممارسة السياسية فقد ألف مؤلفا ظل غير مكتمل نظرا لكونه توفي قبل أن يتمم هذا الكتاب وهو الذي يحمل عنوان الرسالة السياسية والتي يعتبر فيها أن الإنسان لا يمكن أن يكون إنسانا بالفعل إلا إذا كان حرا وهنا يتحدث بطبيعة الحال عن الإكرهات التي يستطيع الإنسان إعادة بنائها يعترف بأن الإنسان يظل خاضعا للإكرهات البيولوجية التي تحكمه ولكن بالنسبة لتدبير الشأن العام وتدبير الشأن السياسي وتدبير الحياة الفرضية للفرض فإن سبينوزا يتمسك بقيمة الحرية كقيمة إنسانية عليا ولذلك حتى لا يفهم سبينوزا بطريقة لا تنسجم مع ثقافة مع فلسفته فهو ضد اليناضل، ضد الاستعباد، ضد الاستلاب، ضد القهر، ضد الوصاية وهذا يعني أن الحرية السياسية هي شرط ضروري ليكون الإنسان إنسانا وبالتالي يعترف بقوة الضرورات الطبيعية إذا كانت الضرورات الطبيعية لا يمكن مجابهتها لأنها تنتمي إلى ما هي الإنسان فإن الاستبداد وأشكال الصلط والتعسف التي تنزع عن الإنسان فعليته وإرادته قابل لأن يعاد بنائها عزيزتي التلميذات عزائي التلاميذ هذه صورة تؤرخ لحدث عرفته أوروبا وخصوصا فرنسا في أحداث 1968 ليزيفين مونسو صوندويد ويبدو على اللافتة أنها تندد بما آل إليه الإنسان في النصف الثاني من القرن العشرين حيث تغطي النزعة الاستهلاكية ونزعة استلاب الإنسان وتحوي الإنسان إلى آلة وبالتالي تشيئه هنا احتجاج على الوضع الذي آلة إليه الإنسان فالإنسان ليس سلعة قابلة للتسعير سنقف الآن في تصور فلسفي يحظى بأهمية كبيرة جدا في تاريخ الفلسفة وهو تصور فلسوف الوجودي الشهير جون بول سارتر يقول جون بول سارتر إن الإنسان يوجد أولا ويلاقي ذاته وينبثق في العالم ثم يتحدد فيما بعد ولن يكون إلا وفق ما سيصنع بنفسه إنه أولا وقبل كل شيء مشروع يعاش بكيفية ذاتية مقتطف من كتاب صغير وعبارة عن محاضرة كان قد ألقاها جون بول سارتر الوجودية نزعة إنسانية جون بول سارتر حينما انتقد كثيرا بعدما ألف كتابه الشهير الوجود والعدم ألقى محاضرة شهيرة جدا يوضح فيها الفلسفة الوجودية ومعنى الفلسفة الوجودية والمبادئ وتصور الفلسفة الوجودية وخصوصا المتعلق بحرية الإنسان وعلاقة الإنسان بالإنسان يعتبر سارتر أن الإنسان هو الكئن الوحيد الذي يسبق وجوده ماهيته وقال إن هذه الفكرة تلخص الفلسفة الوجودية عموما الوجود يسبق الماهية أي أن الإنسان يوجد أولا ثم يتحدد فيما بعد ويكتسب طبيعة أو ماهي طبيعة إنسانية أو ماهي فيما بعد أي بعدما يعيشه تجربة الوجود وهذا يعني أن الإنسان في البداية عبارة على شيء عن عدم يعني لم يتحدد بعده وبالتالي سيساهم في بناء شخصيته وسيحدد من هو قال جون بورساثر سأقول هذا المساء كلاما لن يعجب الفاشلين والذين لم يحققوا شيئا في مستقبلهم ويضمنون به وجودهم كوجود محترم قال إن الإنسان مسؤول عن بناء شخصيته وماهيته وقادر على الاختيار ومريد وقادر على الفعل وبالتالي فإن الإنسان طيلة حياته يسعى إلى تحقيق مشروعه في الحياة وهو محكوم بالحرية لاحظوا هنا محكوم بالحرية والحكم يتنافى والحرية ليس هناك شيء آخر يقيد فاعلية الإنسان غير الحرية لأنه الكائل الوحيد الذي قال عنه ساطر لا يستطيع أن يتنازل عن ذاتيته غير أن هذا الإنسان لا تستقيم ممارسته وأفعاله إلا إذا كانت تراعي وجود ومصالح الآخرين أيضا فالسلوك الإنساني في منظور ساطر يجب أن يحمل ثقل الإنساني ككل وهو ما يصطلح عليه في فلسفة جون بول ساطر بالالتزام يعني أنه ليس من حقي أن أمارس الشر لأنني سألحق الأذى بالآخر وبالتالي فأنا مجبر أن أمارس سلوكا يحقق مصالح الآخرين ولا يعديهم أيضا في النهاية يمكن أن نتسأل عن هل صحيح أن الإنسان هو كائن محكوم بالحرية ألا يمكن القول أن الوجود الحقيقي للإنسان هو أن يكون حرا ثم ألا يمكن أن نقول أيضا أن الحرية الحقيقية ليست حرية ميتافيزيقية مجرد شعار نظري لا يجد طريقه إلى التطبيق إن الحرية الحقيقية هي حرية سياسية وقانونية فالحرية يجب أن تضمن أو أن تضمنها القوانين الجاري بها العمل أعزائي عزيزاتي التلاميذ هذه الأسئلة سنجيب عنها في آخر مجزوءة من مجزوءات برنامج هذه السنة وهي مجزوءة الأخلاق وخصوصا مفهومة الحرية بمعنى سنعود معكم إلى هذا الموضوع المهم جدا والذي يؤثر برنامج السنة التانية باكالوريا دمتم بخير أعزائي عزيزاتي التلميذات وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء